الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله مازلنا مع السؤال تعال الطبيبات والممرضات بإحدى المستشفيات يقولوا وقع جدال بيننا في الأكل من الوجبات المقدمة للمرضى مع العلم أن المسؤول هو من يعطي لنا الوجبة بعد الانتهاء من إطعام المرضى يقولوا هاي الفائدة لما قلتاش البارح علما أنه لا يوجد مقهى ولا مطعم في هذا المستشفى خاص بنا هل هذه الوجبة حلال علينا ولا نأثم على ذلك هذه الوجبة حلال عليكم مدام المرضى يأكلوا ويشبعوا وتشيط الماكلة حلال عليكم وما يشحرم عليكم وهذا الفتوار نقولها لكم للمدارس أيضا كذلك ثكانات العسكرية ثكانات العسكرية يطيبوا للجنود ويقعدوا للماكلة يجوز للمسؤولين يأكلوا هذه الماكلة اللي بقت واشنو بشرط الجندي يشبع كذلك الجامعات الجامعات شعال مخطأ يجيني السؤال يطيبوا للطلبة وتبقى للماكلة لا يجوزوا إطلافها ولا رميوها في المجاري يأكلوا منها الأساتذة العمالة الجامعة يجوز حتى يديروا لديورهم يجوز حتى يديروا لديورهم كذلك العمالة على الحدائق بل تجيكم عجيبة تجيكم عجيبة وهذا سؤال ورد إلي قالوا لي احنا نخدموا في الحديقة فقارة ما عندهم مش مساكن وشوادة قالك يجيبوا لهم التفاحة الله الله يشادي يأكل ويقعد يرمي هنا يجوز لكم تأكلوا هذا التفاح يعني ما لي فاض ما شاط الزائد لا يجوز إطلافه هي القاعدة واحدة واشنو هي أن الأرزاق هذا الأكل لا يجوز إطلافه لا يجوز إطلافه ذهب علماؤنا المالكية عليهم الرضا والرضوان لو كانت طحنة جاسة في الشربة هاكي طيبتي شربة وبعد انجرحتي الدم سال لا يجوز أكلها لوجود النجاسة ولكن وش قال إمام مالك لا تتلف وإنما تعطى للحيوان شفت زيدوا لها شوية خبز وخدموها مليح وعطوها أكرمكم الله للكلاب يأكلوها لا يجوز إطلافها يعني شوف المسلم كيف مطالب باش يحافظ على الخير وعلى الأرزاق كذلك في المطاعم تعالى الشركات هانا طيبنا كلاو العمال في الأكونتين كلاو شبعوا قاعد للحم لا يجوزوا إطلافها يجوز هذك الخدامين يديوا لديورهم يجوز يديوا في الخبز يمدوا للناس يتصدقوا به لا يجوز إطلافها كذلك في الفنادق واحدة ناجة واحدة الراجل سقساني من بيلكور من بيوزداد قال لي رحت جايز على على فندق ضخم يعني في العاصمة عيط له هذك الخدام عيط له قال لي شافني جايز عيط له كلاو يسرق مسكين هذك الخدام قالوا يا أخو يرهم داروا حفلة هكذا قالوا يرهم داروا حفلة في الفندق قالوا وراهم شاطوا تمني كباش مشويين تمني كباش مشويين قالوا شاطوا قالوا المسؤول تعنا قنا ارميوها قالوا أنا مانيش قادر هكذا هذا خدام تعال فندق مسكين ضعيف يخدم في المطعم قالوا ما رانيش قادر نرميها في السبل قالوا ما دابيك اديها صدقها قال لي والله قال لي غير تقول ولنا بوندية ما يسرقوا قالوا وروح من المكان فلاني اهبط جيال فلانية وراني نخرج هملك قال لي دارهم لي في السيارة تعال في فورقو يعني فورقونات كبيرة قال لي دارهم قال لي وغلق الباب قال لي وعشيت في العاصمة كانش تق البرد قال لي عشيت نمشي قال لي صرحت جماعة قاعدين خويا اللي هنا خوية عشيته قالوا ولولا لا لا خويا الله يجازك ادي علي يا كبش مشوية واني حاصل بيهم قال لي هذا مديت لوح تمنا مديت مديت تمنيا كبش مشويين قالوا ورميهم في السبل وهذا الخدام لي عنده ضمير وعنده اسلام في قلبه ما يقدرش يرميهم الله يرضى عليك ويعمر دارك بالخير والبركة والله راضي عليك ما لا هدو قاع ايما انسان يعمل في مكان كما العمال تعميناء الجزائر العمال البسطاء يفجو شكاير الحمالين يفجو شكاير تع السميد ومبعد يقعد يددك سميد مرمي في الباخرة يقول لهم ارمي وهل لا ايما انسان يقدر يديه يديه ما يعميش الاصل ان رزق لا يلقى لا يرمى وانما يؤخذ فهمتوا الله فهمنا واللي فهم يفهم لم فهمش احنا ندير المفتاح وربي هو الفتاح سائل من الواد يقول نويت طلاق مرأتي ولم اتلفظ بالطلاق ولما سألت وقيل لي زوجتك مطلقة هذا طلقوها لك غير بالنية طلقوها لك غير بالنية انت اوين شفت بالنية برك مرأة تطلق صاح هاي باش انتبعوا الكداب الباب داروا هذا لي قال لك نروح نوقف قدام السيارة للبيع ننوي بلي نشريها سباعة خلاص غير نجب تنية بلي دي لي ولا تتاعي ما لنوع قدام واحد ودي فيلا للبيع ننوي بلي شريتها توليد تاعي ما لنوع قدام الجامع نوقف ننوي قدام الجامع ننوي بلي اني نصلي في العاصر صليت العاصر نوع قدام العين ننوي بلي توضيت اني توضيت جوز مرة جايزة ننوي نتزوج بيها ولا تمرتي وين صبت هذا الجاهلية وين صبت هذا العلم قاع الشعب لا يفتي حسب الله ونعم الوكيل طلق له مرت غير بالنية قال زوجتك مطلقة بنص قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كلام رسول الله صحيح وفهمك خطأ إنما الأعمال بالنيات كائن عمل يعني كائن عمل هذا كالعمل يفتقر إلى نية ولكن هذا الرجل ما عملش ما عملش النواة في رأسه لم يتلفظ بالطلاق لو تلفظ بالطلاق نقول له زوجتك طالق ولكن لم يتلفظ النواة برك في رأسه هذا ليفتالك هذا نهار مرت ما تحطلوش لعشا وتقوله أنوي بني تعشيت يقبل ينوض يعطيها طريح لتم باك يقول لها وراه لعشا هيا تعشى بالنية ما لا تعشى بالنية حسبونا الله ونعم الوكيل نقطعه لك الماء ونقوله لك دوش بالنية جيب النيا بلعاك دوشت لا حول ولا قوة إلا بالله إنما لأعمال بالنيات ولكل مرء ما نوا فما هو الحق في المسألة هذا رجل جاهل مجهال جهول جهل لأن الطلاق لا يقع بالنية لو كان الطلاق يقع بالنية ما تبقى حتى أصرا في الجزائر ما كاش رجل في يوم الأيام في لحظة من اللحظات في ساعة من الساعات في لحظة غضب ما قادش في رأسه خلاص هذه المرأة نطلقها والحمد لله من نعمة الله علينا أن الطلاق لا يقع بالنية البيع والشراء لا يقع بالنية هاني ناوي نشري السيارة نروح لمول السيارة نتفاوض معاه نعطي له درهم يعطيني السيارة نروحوا عند الموتق نتكتبوا هكذا يقع أما واحد النوا في رأسه فقط أو جاي مني في رأسه فقط فلا يقع الجاهل المجهال الجهول سكان الواد أنا حبكم تسلموا لي على السيد جمال الصيد أشفاو جمال الصيد حسولي عليه بالغول السلامي ودعواتي هذا الرجل وقع بروتوكول اتفاق مع الشركة الإسبانية العملاقة كامفير من أجل تصدير بطاطة الواد أربي ينصرك يا جمال الصيد ويقوي اكتافك إن شاء الله ويعلي شانك ويرضي عليك الوالدين هراك حمرت وجه الجزائر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة